بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم بالكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ ابو سارج العنابي اليوم جدي لكم واحد تدبيرا كما نعلم كل يعني اللي عنده فرن هذا كويزينيار يقول له حنا نعيط له كويزينيار هو فرن يعني طيب الحلويات وطيب الخبز أحيانا الباب بتاع الفرن هذا ما يحب شي تقفل أنا جبت لكم تدبيرا سهلة سهلة جدا 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 نعتبرها يعني من أسهل التدبيرات لما الباب بتاعكم انه ما يتغلقش عن حيلة صغيرة نقدم استعملوها هنا شوفوا قلب بتاعه هنا كيفاه هنا يبلوكي يوصل هنا يبلوكي وأحيانا يتقفل يعني بصعوبة وأحيانا يبلوكي يعني ما يتقفلش خلاص يبقى هكذا نحاول نغلق نغلق وكان يعني نحتم عليه أو نضغط عليه سيتكسر الزجاج أو تكسر الزجاج إذن أحبائي جدت لكم اليوم تدبيرا مليحة سوف أساعدكم لكل رب تبيت عندها كوزينيار أو الفرن هذا ليس تغلقش لا تبدله الليبومال لا تعمله لا تجيب صانع لا تجيب ولو حاجة سهلة مهلة سوف أرى باب هذا الكوزينيار كيف يعمل ضجيج وإذا رأيت هنا نعمل لكم حالة بسيطة أنه نحكي هذا الليبومال بجاكس حديد وبعدين نضع المقاطرة الزجاج أنا سوف نحكي بجاكس فقط كما سمعت هنا ذلك الزريات والحس الكبير اللي يعملوا باب الفرن إذن قد نجيبه جاكس حديد وروحوا نشوفوا مع بعضنا وش نعملوا وش الخطوات لتبعوها بإذن الله كل رب تبيت اعتدعي لي دعاء من قلبها لأنه سهلة سهلة مهلة رحوا نشوفوا مع بعضنا يالله رحوا نشوفوا يالله رحوا كما ترونوا جاكس حديد او السلك اللي حقوا بها المعن هذا كما ترونوا ونأتي هنا للبومال للفرن ونحكوهم حكا أملاح هذا لأن الفرن يسخن كما تنفخ هذا الحديد الداخل وأحيانا يكون صديد تعليد دام وتعليد زيوت وساعات حتى عندما تمسحوا بالماء سيبقى صديد فقط وليس يبقى بالعين نجيبه جاكس نجيبه جاكس نجيبه جاكس ونذهب إلى الثانية على الشمال ونحكوه هذا نحك مليح 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 على الجوانب أنا صدقوني الفرن هذا كرهني 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 يعني لم أقلت لها حل كنت نبدل الباب كامل ونبدل البومال ومن بعد وجدت الحيلة هذه والحمد لله نجحتها معي حبيت أن أشاركها معكم باش أنكم بإذن الله اللي عندوا المشكلة هذا رح يساعدوا ورح يعني يدعي لي بإذن الله شوفوا أن الباب هنا رح يتغلق بكل سهولة شافوا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله صدقوني والله العظيم يا جماعة جربوها فقط يعني الحيلة هذه رح تنجح معكم بكل سهولة هذه تكره يعني منذ يعني سنة أو سنة ونصف هنا نبحث عليها يعني لأني كنت كلما اني انكتر مطيب منه كلما انه الباب هداك يتغلق لي بصعوبة بصعوبة كبيرة الحمد لله رب العالمين شوفوا هذا الفيديو وان شاء الله ان شاء الله تستفدوا منه ونقول لكم يعني يعني عجبته هذه تكره يعمل لي إعجاب الفيديو فقط حتى انتشار في اليوتيوب وتستفيد منه جميع ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وصفات قادمة وفي مواعد دينية لاني انا مشغول بزاف بالسكن جديد كل يوم اذهب الى السكن هداك عندي بعض الشغال اراكم باركاته لي ونقول لكم باركاتك ان شاء الله رب يحفظكم اجمعين ان شاء الله السلام عليكم